الفيديو بتاع النهاردة ده ناس كتير كانت بتسألني عن الدراسة هنا في امريكا ندرس ايه نعمل ايه طب احنا جايين بالشهادات بتاعتنا ازاي نعادلها كل الاسئلة اللي خاصة بالدراسة هنا في امريكا انا هجاوب لكم عليها في فسولة فيديوهات كل فيديو بيتكلم عن مرحلة دراسية معينة وتعمل ايه خصوان لو انت لسه جاي هنا اه قريب الكلام ده ليه لان القناة بتاعت حكايات من الولايات القناة دي معمولة علشان تفيدك تجاوب لك على الاسئلة تخلي حياتك في امريكا سهلة وسليزل ان انت تبقى عارف السيستم هنا ماشي زيك فانت لما تعمل سبسكيبشن في القناة انت بتفيد نفسك قبل ما بتفيد اي حد تاني الدراسة هنا في امريكا ممكن تكون مكالكاعة الاخر بتبان تبدو انها مكالكاعة والحقيقة جزء منها صحيح لان الحقيقة نظام الدراسة هنا في امريكا مش زي اي نظام في دراسة قابلها في العالم كله لك امريكا دائما لها دماغ كده يعني العالم كله مثلا ماشي بال���بالكيلو هنا ماشي بالباؤنز العالم ماشي بالكيلومتر هنا ماشي بالمايلز كده كل حاجة هنا خلف خلاص فامريكا لها نظام مختلف وان كان دلوقتي يعني في بلادنا لان بقى في ripple جامعات امريكية وبقى في نظام امريكي في التدريس فالناس بقت تفهم اكتر شوية من زمن ولكن حتى الناس اللي درست في امريكا في الجامعات الامريكية في بلادنا لما تيجي هنا النظام مختلف كتير فبرضو بيتلخبطه الحقيقة النظام يبدو معقد لكن لما بتفهم النظام بتلاقيه احسن من اي نظام اخر ليه بقى لان هنا النظام very flexible الحقيقة فيه مرونة شديدة جدا بيخليك تقدر تدرس الحاجة اللي انت عايزها بالوقت اللي انت عايزه كل طالب هنا ينظم الدراسة بتاعته بطريقة تختلف عن اي طالب تاني كأن كل واحد ليه خطة دراسية مختلفة عن التانين فمش لازم احنا كلنا عشان بندرس في نفس الجامعة او بندرس نفس التخصص نبقى ناشيين في نفس المصار لأ كل واحد ليه مصار يختلف عن التاني واختار الحاجات اللي تناسبه والحاجات اللي ما تناسبه فالحقيقة النظام هنا في امريكا فيه مزايا كتير اول حاجة ان انت ممكن تغير الميجر بتاعك في اي وقت يعني لو انت بتدرس حاجة وقررت ان انت عايز تغير الميجر بتاعك يعني مثلا انت متخرج من الجامعة مثلا انت كنت بتدرس طغة انجليزية وبعدين قررت ان انت تدرس محماء وبعدين قررت ان انت تدرس مش عارفة بيولوجي تقدر تغير الميجر بتاعك مرة واثنين وتلاتة تقدر تتخرج من الجامعة بتخصص وبعد كده تاخد الماجستير في تخصص تاني والدكتوراه بقى تخصص ثالث وهكذا فعندهم مرونة شديدة في ده ممكن انت في الجامعة بعد ما تدرس تقرر ان والله مش هو ده الميجر اللي انا بحقبه بتحول لميجر تاني كمان هنا ممكن ان انت تنقل من جامعة لجامعة الموضوع هنا سهل طبعا ما هواش سهل قوي فيه متطلبات وكل حاجة ودرجات معينة لكن ممكن يتعمل غير في بلدنا الموضوع بيبقى صعب كتير هنا سهولة قوي ان انت تدرس تتحول من جامعة لجامعة ممكن ان انت تدرس بعض المواد في جامعة وتدرس بعض المواد في جامعة اخرى ممكن تدرس حاجات online وتدرس حاجات in person ممكن تجيب حاجات مثلا درستها قبل كده ويحسبوها لك الدراسة الجديدة ان انت بتدرسها فعندهم الحياة flexibility عالية في الكلام ده كمان انت ممكن توقف الدراسة فترة وتروح تشتغل وترجع تاني تكمل من حيثه ما وقف طبعا كل جامعة وكل نظام لمدة معينة تقدر تتوقف قد ايه ممكن ترجع تعيد الزاي وهكذا ولكن فيه فرصة ان الواحد يوقف الدراسة يعني مثلا ممكن الواحد يكون متخرج من هاي سكول ومش عايز يدخل الجامعة على طول فممكن يروح يشتغل سنة ولا اتنين وبعدين يرجع تاني يدخل الجامعات ويكمل فيه نظام يسمح له بانه هو يعمل كده من ضمن الحاجات كمان ان هنا فيه منح دراسية كتيرة ممكن تحصل عليها فيه منح دراسية الجامعة بتديها لك وفيه منح دراسية ممكن منظمات تديها لك فممكن تلاقي منح دراسية للسيدات ممكن منح دراسية للناس اللي جايين من افريقيا او الناس اللي جايين من اسيا ممكن منح دراسية للسينجل بيرنت ممكن منح دراسية للناس اللي مثلا فوق فن معين يعني وهكذا فحتلاقي منح دراسية كتير جدا بس انت تتفهم السيستم وتعرف وتقدر تدور وتلاقي منح دراسية تساعدك فيه منح تساعدك مثلا في مصاريف الكتب يعني ففيه حاجات كتير انت ممكن تستفيد منها طول ما انت في السيستم كل ما تفهم فيها تقدر ان انت تستفيد كمان السيستم هنا بيهتم جدا بحاجات تانية غير الدراسة يعني انت مثلا ممكن تكون رياضي بارع موسيقي كويس عندك تلنت عندك موهبة عندك حاجة عملتها في حياتك غير الدراسة دي كمان بتساعدك ان انت تدخل جامعات ان انت تتاخد منح فكل ما تبقى شخصية عندك يعني مواهب متعددة دي بتفيد في بلاد اخرى لا لو انت في الدراسة مش مشكلة الحاجات التانية يعني عكس يقولك حاجات تانية هتعطلك عن الدراسة هنا لا كل ما الانسان يكون والكاركتر بتاعه عنده مواهب اكتر كل ما يبقى الثقل بتاعه في الجامعات اخرى فالمرونة دي مش هتلاقيها في بلاد تانية زي ما يكون هنا في امريكا طبعا هنا السيستم بتاعي تعليم بتاع المدارس وهو اتناشر سنة وبعدين في حاجة اسمها اللي هي بتبقى سنتين وبعد كده في حاجة الجامعات الاربع سنين الجامعات الاربع سنين دي فيه حاجات بتبقى تبع الولاية وفيه حاجات بتبقى تبع امريكا ككل وكمان فيه جامعات عامة وفيه جامعات تبع الفابليك يعني وفيه جامعات خاصة كل دي بتديك options تديك يعني عندك اختيارات كتيرة ممكن تستعمل حاجات من هنا وحاجات من هنا عادي جدا ان انت تلاقي حد مثلا بيدرس مادة في مكان في الكميونيتي كولوج وبيدرس دخل مثلا الفور ييرز بتاعته في الجامعة لها اربع سنين ممكن واحد يكون لسه في سنوية عامة وبيدرس مادة في الكميونيتي كولوج فيه عندهم فليكسبليتي رايح جاي بشكل غير عادي كمان انت ممكن تدرس هنا الدراسة ترجع لها في اي وقت عادي او ان انت مثلا تلاقي في الكميونيتي كولوج او في الجامعة ان واحد عنده 17 سنة قاعد جنبه واحد عنده حاجة وخمسين سنة والاتنين بيدرسوا نفس المادة ولكن كل واحد ليه مصار مختلف عايز يعمل حاجة مختلفة هنا عامل ازاي فانا يعني طبعا زي كاتن بس مقدمة عشان افهمك ان النظام في امريكا سهل جدا ما هواش بالتعقيد ده بس مجرد انت تفك اللغة الاتمات بتاعته هتقدر تستفيد منه اكبر استفادة بعد كده انا هعمل الفيديوهات هقسمها لك ان انت الدراسة هنا في المدارس الناس اللي جايين ومعهم اولاد يدخلوهم المدارس ازاي وايه المتطلبات وبعد كده كوميونيتي كولوج وبعد كده الجامعات والجامعات الخاصة دي كلها يعني فهجاوب لكم عليها في الفيديوهات اللي بعد كده تابعوني لان القناة دي معمولة عشانك علشان تفيدك وتجاوب على اسئلتك وتخلي حياتك في امريكا افضل فلما تعمل سبسكريبشن اكيد هتستفيد لان القناة دي معمولة عشانك اتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم باي معلومة وعملوا سبسكريبشن عشان تتابعوا الفصيلة بتاعت التعليم اللي ان شاء الله كان معكم يا سلطان ودي حكايات من الولايات